اشتركوا في القناة والفقرة التانية في البداية الفقرة الاولى هيكون معي لميس مول للسجاد والمفرشات معي الاستاذة سمر محمد والاستاذ محمد عبد المنعم الاونر للميس مول للسجاد والمفرشات السلام خير استاذ محمد استاذ محمد في البداية عايز اسأل حضرتك سؤال مهم رب بداية مول لميس للسجاد والمفرشات كانت ازاي هو الموضوع في الاول كانت صدفة كانت لميس أو مدام صمر كانت اشتريت فرش للبيت كانت مشتركة في جروب معين على الفيسبوك جروب نسائي بيعرضوا فيه كل واحدة مثلا بتعمل حاجة مميزة في بيتها سواء طبخة أو فرش للبيت أو منتجات وكلام ده فكانوا بيعرضوا فصمر كانت جابة كنا نقللين في شقة جديدة وصمر جابت فرش للبيت فصورته سجاد صورته ونزلته فالناس ما شاء الله قالوا لها زوج جميلة أستاذ سمر حاجتك جميلة فرشة المنصق وابتدى الموضوع من هنا يعني آه فسألوها بقى أنت بتجيب الحاجات دي منين طب جايبها بكام فواحدة أو التانية آه طب ده الأسعار دي كويسة غير من اللي بنسمعها برا طب أنا عايزة واحدة طب أنا كمان عايزة فالموضوع جا بدايته كانت كده إن شاء الله أستاذ سمر خليني بقى أفف من حضرتك التفاصيل لألهالنا أستاذ محمد في بداية المشروع طريقة التواصل على السوشيال ميديا مع الناس قدرتي تعمليها إزاي هو الحمد لله يعني عايزة أقول لحضرتك إن أنا أول ما بدأت المشروع ده إن أنا يعني نزلت الحاجة دي على الفيس تمام فلما تطلبت مني بدأت إنها تطلب مني كويس الحمد لله رب العالمين الحمد لله يعني المنتج اللي أنا كنت بقدمه كان يعني كويس أنا أصلا لما باجي أجيب حاجة لبيتي ما باجيبهاش يعني أي حاجة يكون فيها جود أه باجي حاجة كويسة فالحمد لله رب العالمين إن أنا جيت علشان جيت علشان إنت بعد كده تجيب المنتج قايف عندما جيت المنتج الحمد لله وعرضته فالناس لقيت عليها طلب والناس من كل حتة بتسألني ده منين طب كام طب عايزيتي فجليتي في تفاعل على السوشال ميزي فالمهم فبدأت بقى إن أنا أتكلم مع محمد طب نجيبي الحاجة دي فقال لي لا مش هينفع طبعا مجهود عليك بالزبط لإن أنت هتبقي شغالة لوحدك عملته أليا بقى اه فقال لا أنا كنت شغالة لوحدك لا بعد كده بعد استمرار الموضوع اه كنت شغالة لوحدك الحمد لله فبقيت هيوضي السجاد للعميل تمام يعني حتة تستقر شوية جاية عند العميل إن أنا ما بنزلش من عنده لما بيكون بيفتح الحاجة وبيشفها الحاجة تمام ويعني وشافها كويسا نفس الجودة اللي شافها على النت اه باخد بعضي وباخد ده الشوط وحظه وبنزل تمام يعني مش بسلمه مثلا إيه شغل إن أنا أسلم وانزل على طول لا لازم يشوف المنتج وتأكد من جودته ايه تمام استاذ محمد خليلي برضو أفهم من حضرتك حاجة مهمة أكيد عشان تعمل أليه التنفيذ لحاجة زي كده كان فيه صعوبات وجهتك عايز أعرف إيه الصعوبات لوجهتك وبالأخص في موضوع الشح وزي قدرت تتغلب عليها يعني الصعوبات كانت في البداية تمام كانت في البداية أن الحمل كان كبير شوية على سمر تمام لأن أنا كان لديه شغل خاص بي أكيد تمام فكد في الأول كانت حمل مجهود بدني وجسدي عليها وكانت برضو إيه في السيولة المالية ما كانتش مساعدة بس أقدرنا أن نتخطى الموضوع ده إيه بالتدريج واحدة واحدة بعد كده أنا تفررت في الشغل معاها ده أقدرنا إيه أقدرنا إيه أقدرنا إن الحمل بدل ما كان بيشيله حد واحده الواحده بقى إيه بين إحنا الاتنين بيننا بنشيله بقى هي لها قسم التسويق وأنا لها قسم التوزيع التوزيع أه التوزيع يعني إيه جلب الشغل وتوزيعه من خلال العربية من خلال أي أي مثلا إيه حاولت تتعمل شبكة التوزيع كويس بالضبط كانت تحت قدية برضو ناس برضو ناس بتسوق هي سمر قادرت إن هي يبقى لها أصحاب قادروا يسوق لها الشغل يعملوا شبكة تسويق بالضبط كده بشكل كبير وقدرت تعمل لنفسها اسم والناس كتير بقت موجودة معاها ناس بتشتغل والناس برضو ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لكل واحد رزقه فناس بطريقة وباخرى برضو يعني إحنا بقينا سبب لأن الناس كتير تشتغل معنا طيب خليني أسألك سؤال المنتج عندكو ناس كتير قوي شاهدت له بالجاوبة خليني أعرف إزاي قدرت توصل المنتج المصري إن هو يكون بنفس جودة المنتج المستورة إيه المعايير اللي على أساسها قدرت تنجح ده أنا يعني أنا في الأول يعني أنا البداية بتاعتنا أو الهدف بتاعنا السعر تمام لأن مش أنا بس اللي ببيع منتجات المنتجات دي يعني فيه ألف حد بيبيعها تمام إن مثلا توصل إن يجي لك ناس من محافظات والناس تجي لك من أماكن بعيدة ويتحملهم مشاق التعب وصفر بأنهم عشان يجوا لك فهم يجيين لك علشان أولا صمعتك الكويسة وسانيا عشان سعرك تمام فهي الموضوع كله بالنسبة لنا إن إحنا حطين لنفسنا يعني أنت مثلا فيها فئات سعرية يعني مثلا فيه حاجات مثلا معينة بأسعار معينة بذكر حضرتك لموضوع الفئات السعرية أنا اللي عرفته إن حضرتك بتعمل نسبة تخفيض أو بتقدم المنتج بنسبة من 20% إلى 150% فعلا طب عايزي أفهم إزاي قدرتت تتحقق المعادلة الصعبة دي؟ اللي أنا بشترط على أي حد يشتغل معايا إن أنا إنت دراتي أنا حاخد منك شغل وبكميات وحرقه لك يعني أنا يعني مثلا بدل ما أخد منك عشر قطع ولا عشرين قطع أو أبيعهم في أسبوع لا أنا ممكن أخد منك مية أو أبيعهم في يوم واحد تمام أنت بالنسبة لك أنت كمصنع أو كتاجر أو كمصنع أو كمنفذ أنت يهمك الكم أنا أبيعه بقى بأي شكل دي حاجة ترجعلي أنا فأنا يعني بشترط نسبة مكسب قليلة بس الكمية تبقى أكثر نعم وبشترط عليه كده أن أنت مثلا أنت عشان تديني أو أخد منك لازم تديني سعر سعر أقدر أنا أطلع الشغل ده في وقت قصير وأطلب منك تاني فده بالنسبة يعني فيه طبعا حالة ركود شوية في السوق يعني مصانع كتير بتوافق بالموضوع ده والناس بتشغل بتحرق شغلهم بسرعة وبتمسكهم فلوس بسرعة وبتخلص شغلهم والمصنع شغال فده بالنسبة لأنا محتاج خلى في دورية سريعة فالتي تديني بالضبط أنا محتاج سعر عشان أعرف أطلع منه بسرعة وأنا بنفس الموضوع برضو يعني أنا أحضر لنفس أنا أقدر حكم من نفسي إن أنا أطلع برضو الشغل بكمية سريعة الشغل بقى مثلا بيختلف ليه السعر فيه مثلا تجار كتير مش حنقول مثلا جشعين لأ بس فيه ناس ما بترضاش بنسبة معينة لأ تقولك لأ أنا الشغل عندي لا بيأكل ولا بيشرب فهو بيجي له زبونه لأ أنت دلوقتي أنت في حالة ركود وفي الأول وفي الأخر أنت بتبيع منتج تكملي يعني مش من أساسيات فأنت لازم تشجع العميل إنه هو يجي لك وإنه هو يوفر عشان يجي يأخذ من عندك حاجة لأنه هو أصلا بيدوب بأبل التزامات بيته بالعافية بمناسبة ذكرى حضرتك لحالة الركود أستاذة سمر خليني أعرف بقى منك بالنسبة للجانب التسويق إزاي قدرتي تتعاملي في التسويق للمنتج أونلاين في الزل وجود الكوفيد-19 أو جائحة كورونا والله يا فاندي مبصة هو عايزة أقول له حضرتك إن أنا الفترة اللي فاتت تجيلي هي من قبل رمضان يعني الحمد لله كنت بوفر البضوع عندي بكمية تمام بس هي مشكلة كلها في حدة إن الناس وغد على لميس إن هي بتاخد منها أولاين بالزبط فعايزة أقول له حضرتك من ساعة أنا ما بدأت إن أنا خفت في الأسعار الحمد لله رب العالمين البضوع ما بقيتش تقول عندي تمام فكل ما يعني كل ما بعرض منتج ما شاء الله بلاقي الناس اللهم بارك فهي حدة الأولاين أنا كنت بطلحها قبل المحل يعني حاجة أنا بعرض شغلي بعرض صور ما فيش محل ما فيش الكلام ده ما فيش عروض لكن أنا من ساعة ما بدأت إن أنا جيب بضعوك كميات بدأت إن أنا أعمل عليها عروض فالحاجة ما بتعودش في المكان واخد بالحضرتك فهي المشكلة كلها إن حتة الأولاين إحنا كنا موقفينها وفترة اللي فتت بس الحمد لله رب العالمين يعني بدأنا نرجعها تاني بس حدة الكورونا يعني زودت طلب الأولاين زودت طلب الأولاين عائلة ده حقيق أوه طيب خليني برضو أسألك يا أستاذ محمد أنا يعني شايف فرايتي وتنوع كبير جداً في المنتجات اللي موجودة في عمي سمود التنوع ده عملته على أساس إيه؟ يعني خليني أسألك هل المنتج اللي كان بيجي لك منه طلب بشكل أزياد؟ بتبتدي إنك تزود من أنواعه ولا الموضوع كان إزاي؟ إزاي قدرت توصل للتنوع ده في المنتجات؟ يعني أنا هدفي أصلاً إن أنا ما كنتش مثلاً حاطت نفسي في قلب معينة تمام تمام؟ بشتغل شغل اللي هو الموسمي يعني مثلاً إحنا دوتي قبل رمضان كنت بشتغل بجالب شغل اللي هو المفروشات كنت بدخل اللي هي منتجات رمضان تمام اللي هي زي الفوانيس والزينة والأنوار قبل كل سيزن بتبتدي تعمل ستوك لك؟ يعني إحنا مثلاً إيه؟ في الشتة بنبدأ نشتغل في الشغل بتاع الشتة اللي هو الدفيات والبطاطين والحفة والمفروشات والكلام ده أه فهو كل أنا بالنسبة لي أخدها خطوة خطوة يعني إيه كل ما بس في عندي أساسيات الأساسيات اللي هي إيه مثلا إيه؟ زي المفروشات زي الملابس ده الحاجات دي أساسية بتتغير بس من التنوع من موسم لموسم ممكن أدخل حاجات شغل رمضان ممكن أدخل حاجات شام النسية تمام ممكن ندخل حاجات للرأس السنة ده على حسب الموسم لكن في عندي أساسيات دي ما أنا مبخرجش منها طيب برضو في حاجة الشغل الموسمي أو إن إحنا نعمل استوكات موسمية ده بيسبب مشكلة كبيرة جداً في سر راعت إن إحنا البطاعة اللي عندنا تتباع بمعنى فلنفرض إن جاء أحضر لحضرتك موسم وتبقى استوك من الموسم ده بتقدر تعمل فيه إيه؟ بص هو بفضل الله مش بفضل حد تاني الموضوع ده ما حصلش ليه؟ زي ما أنت بتقول كده يعني أنا مثلاً في حاجات معينة بأعرضها في حاجات معينة بعرضها بأسعار أقل من الأسعار اللي بمتاحة في السوق فبفضل الله إن الحاجة أصلاً ما بتعودش الحاجة ما بتعودش لدرجة إن الشغل بتاع رمضان بصفة عامة كان خالص قبل ما ييجي رمضان علينا بحوالي إسباع وعشر تيام وناس كتير جداً كانوا منتظر لآخر وقت وبقى يقولي يا محسس بحمد طفين بيتش يا أخواننا إحنا بقلنا أكثر من شهر أنا شغل في شغل رمضان بأول شهر واحد يعني طلب كان بالزيادة عن البداع المقبول الطلب بالزيادة وبفضل الله برضو ليه؟ أنت بتقدم منتج بسعر كويس جداً كنت بأخذ من واحد يعني حاجة ما شاء الله كده كويسة برضو بشمهندس أحمد من المنصورة يعني عايز أقولك إن هو بيقدم لي منتج بيتباع بره بسابعين أو ثمانين جنيه فوانيس رمضان ألعاب والنفس الجوي وأنا كنت بقى بيعها بتلاتين أنا جاد بيتيجي محلات بيتيجي تأخذ من عندي وكنت بشكل كبير جداً بحاول تحاكم في السوق والله يعني مش مبالغة ولا مجاملة أيها ما كنتش برضو أطلع بكميات كبيرة علشان محدش يحتكر المنتج بتاعي المنتج يحتاجر السعر مثلاً أنا هيخلص من عندي الشغل حيب هو المتحكم تسأل السوق فأنا كنت بحاول أطلع بكميات محدودة يعني بحاجات معينة كده مثلاً زي مثلاً زينة رمضان الحاجات اللي كانت بتجاب عشان يفضل السوق الأساسي عندك السنة اللي فاتت مثلاً أسعارها وصلت لأرقام فلكية السنة دي قدرت بفضل الله مش بفضل حد تاني إن أنا أتحكم في السوق إن حد بعد كده أي تاجر إن هو يجيب ويبيع بيعالي السعر يقول له تابولين مثلاً لما يجي بقى حد يجي تابليته ما عند فلان فلان بيدعى بعد كده فبدأ إن هو كله يتحكم بقى أنا اللي بلعب بقى فيه سعر ما يسبع شعل عنه لأنه هو متوفر صح أنا كنت ممكن أطلع كنت ممكن أطلع كنت ممكن أطلع الكمان اللي عندي كلها في الأول وفي الآخر هو الفايدة العميل أنا بالضبط يعني أنا هدفي في الأول زي ما قلت لحضرتك إن أنا مثلاً إيه إحنا بنقدم منتج ترفيه فأنا عايز الناس تبقى دايماً بالنسبة لي حتى مهم أعرض الناس بتيجي خلاص مش محتاج إن أنا أسوأ لنفسي ولا إن أنا أحتاج إن أنا أعمل لنفسي أي حاجة لا بفضل الله إن أنا بمجرد أنك بتعرض الحاجة الناس بتيجي على صمعتك أستاذ سمر خليني بقى أتكلم معاك في موضوع مهم جداً لميسمول معروف بالصمع طيبة جداً عند كتير من الأوساط الحمد لله إزاي قدرتوا تحافظوا على المعايير جودة المنتج بستفاندم هو وزي ما قلت لحضرتك أنا ما بشتغلش يعني في أي حاجة الحمد لله آآ بيجيني ناس كتير جداً بيعرضوا المنتجات بتاعتهم علي تمام بس قبل أي حاجة يعني بسمع منهم سعر آآ ده هيبقى بكام ده هيبقى بكذا لأ أنا أنت عارف إن أنا أقل سعر في السوق ده مش حينسبني فأنا بحاول إن أنا أجيب أحسن يعني أحسن خمة بأقل سعر بأقل سعر سيد محمد في نهاية الحلقة طبعاً اللقاء معاك يعني محتاج مدة أكبر من كده بكتير سيد محمد أنا حابب بس أبلغ السادة المشاهدين بالعرض الحصري المتقدم من 100 مول لمدة أسبوع آآ إحنا أصلاً أسعارنا عروض بس طبعاً كيفان إحنا مع حضرتك آآ 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 الأفر اللي إحنا ممكن نقدمه إن آآ لعملاء القناء أو العملاء أوٍ Designer أو0 الحريبنا بصفة عامة إن إحنا هيبقى فيه الإسبوع كده لمدة أسبوع في آآ Aha ahí تخفيد عشرة في المية لأي حد كده عشان بس خلقنا وعصرط أدام السادة محمد، أستاذها لميس أنا كنت سعيد جداً باللقاء مع حضراتكم في ع Lalori وتشرفنا إن إحنا التعابلنا مع حلي问题 آآ آآ أيضاء�시اف أعزائي المشاهدين انتظروني الفكرة الجاية حيكون معي بون بون فارمتر وحنتكلم إزاي نقدر نفرع ما بين الأساس المودرن والكلاسيك بأفضل جودة وقال لسعر